ورجعنا لكم والأهلي في المنديال وإن شاء الله مباراة مهمة جدا أمام الهلال أمام الهلال عندنا ثقة آه وعندنا كبرياء مهما كانت النتيجة هنفضل نساند هنفضل نأيد هنفضل سعداء أن رغم الظروف دي لعبنا على البرونزية ولكن كمان عندنا واقع عندنا واقع يا أسامة بيقول أن نحترم الهلال نقدره ندي قدره وحنتكلم في أديه هو قوي ولكن كمان في جانب آخر لازم نكون موضوعين وإحنا بننقش إحنا أكيد بنحترم كل الفرق كعهدنا يعني في مواجهات النادي الآلي ولا نستهين لا نستهين بأحد ولا نضخم من أحد على حساب النادي الآلي في النهاية آه شفنا مباراة قوية جدا في شوتها التاني بين الهلال وشيلسي وكان فعلا مباراة عظيمة لفريق الهلال أمام شيلسي ولكن احنا أيضا قدمنا مباراة شوت تاني عظيم أمام بالميرس البرازيلي وكنا الأقرب ولكن التوفيق ما كانش هنا ولا كان هنا وجهة نظر الشخصية وده بعيدا والله عن فكرة أننا هنا في قناة النادي الآلي أنا بشوف أن المركز التالت والرابع هو النهائي المستحق لبطولة كأس العام الأندية هذا العام ولكن فريق الهلال ظهر بصورة كويسة جدا يعني عمل صفقات كويسة جدا ولكن ترتيبه إيه في الدوري السعودي ولقاءاته كانت شكلها إيه عشان نبعارفين برضو المنافس هل هو فعلا يعني لا يقهر ولا الأمور في المتناول والقصة 50-50 ممكن نستعرض ترتيب الدوري السعودي عشان نشوف ترتيب فريق الهلال هذا العام لعب 17 مباراة والاتحاد هو في المركز الأول 18 مباراة الشباب لعب 20 النصر 19 يعني خلينا نتكلم بينه وبين المتصدر اللي هو الاتحاد مباراة فاز 8 مباريات اتعادل 7 مباراة خسارة 2 جمع 31 نقطة فارق 13 نقطة بينه وبين الاتحاد هنفترض هيفوز المباراة الفارقة اللي هي الفاصل بين الاتحاد والهلال هيكون فارق 10 نقاط إذن الأمور مش بعيدة أنت في النهاية النادي الأهلي بطل قارة أفريقيا أنت في النهاية تصنيفك في فبراير 26 متصدر التصنيف الأفريقي والعربي لكن عندك ظروف بالتأكيد عندك ظروف عندك غيابات غيابات مؤثرة جدا كل الدعم بالتأكيد لمركز هراست المرمى ولكابتن علي لطفي ولكن لما تقول أنا الشناوي أفضل حرص في القرى داخل القرى حرفيا غايب لا ده تأثير كبير وكبير جدا لما تقول أكرم توفيق أفضل بك رايت في القرى غايب ده تأثير وتأثير كبير جدا لما تقول بدر بنون لا تأثير كبير جدا المحترف الثاني بيرسي تاو الأكثر قيمة شرائية وسط الفريق بعد أليو ديانج غايب أنت عندك أربع لعيبة مؤثرين جدا فيه فرق لو غاب عندنا لعب بتتأثر قال أهلي بمن حضر بالتأكيد ولكن احنا أيضا لازم نكون موضعين ونكون شايفين أن المواجهة اللي صعابها يا فارس هي فكرة الغيابات اللي احنا افتقدناها في المتوردي أسامة لسا كنت أقول النهاردة حرفيا المباراة اللي زي دي محتاج تدخلها بكل اللي انت قلته ده مش موجود وتبقى حظوظك ساعتها كمان خمسين خمسين فتخيل كل اللي قال لكم عليه أسامة ده انت بتفتقده ومع ذلك احنا عندنا ثقة رغم اللي احنا حنقوله لكم الهلال عنده محترفين ماريجا هيونسو كاريلو وبريرا دول لعبين كانوا موجودين قريدي في الفريق طيب الفريق بيتعصر في الدوري اللي حصل استقدام لاعبين مهمين جدا اهمهم محمد العويس من الاهلي بخمسة ونص مليون ريال وعبدالالله الملك من الاتحاد هنا بقى اوديون ايجالو من الشباب بحوالي تلاتة مليون اورو وايديون ايجالو كان لعب واتفورد الانجليزي سابقا وهنا بقى الاغرب مشيل دلجادو من فلامينجو بحوالي سبعة ونص مليون اورو ولكن القصة في ايه مشيل دلجادو الماتشين اللي لعبه من الهلال في كاس العامل الاندية هو تقريبا شارك لدقائق معدودة اللعب ده جاي منين؟ جاي من فلامينجو البرازيلي جاي بكام؟ جاي بسبعة ونص مليون يورو سبعة ونص مليون يورو يعني اعلى من اي لاعب في الدوري المصري او افريقيا سبعة ونص مليون يورو واللاعب ده ما بيشاركش لان المحترف اللي موجود جوه الملعب يمكن فنيا بيضي اضافة اكبر اذا انت لما تبص على الصورة الكلية وتلاقي لاعب مع فلامينجو مشارك في ما يقرب من عشرين هدف في الدوري البرازيلي بس هما بيشاركش في بطولة زي دي لان اللي موجود بيقدم اداء يمكن افضل لا هنا لازم تقول انت عندك فريق الريدي اللي عنده محترفين مميزين جدا وكمان جاب تدعمات اكبر فاذا انت في ظل الظروف هو ده الحاجة الوحيدة بس والله اللي انا متخوف منها غير كده انا كنت بقيت داخل المباراة بثقة اكبر ومع ذلك ثقة تتمن احنا لو احسننا التعامل مع المباراة بكرة وفي رأي محمد عبد المنعم لو موجود بكرة حيفرق جدا ان شاء الله محمد عبد المنعم انا عايز اقول خلى عندك ثقة انت لعب لعبت على كل المهاجمين في افريقيا مريجا مع احترامي لي كان فيه فترة كبيرة جدا من سنوات خارج المنتخب اه مهاجم قوي وممكن يمس الخطورة جديدة جدا علينا بس انت كمان لعب عندك ثقة ده مهم جدا واتمنى حمد فتحي يلعب وراء مع ياسر ابراهيم واتمنى عبد القادر يكون جاهز بنسبة 100% لان اعتقد العناصر دي لو موجودة احنا ان شاء الله ان شاء الله نقدم مباراة على الاقل نكون رضيين عنا